بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر بالفقيه وفي درسي اليوم بنتكلم عن المتغيرات اول شي ايش هو المتغير المتغير هو مسمى يحتفظ بقيم متغيرة وهذا المسمى يحتفظ داخل الذاكرة في الكمبيوتر وليش يستخدم او متى يستخدم مثلا ناخذ مثال بسيط لما تبرمج اللاعب عندك سرعة لللاعب فبعدين عندك عدة سطور او اوامر تستخدم فيها قيمة السرعة حق اللاعب فلو قررنا نغير سرعة اللاعب نضطر نروح لكل سطر ونغير هذه القيمة لكن المتغيرات نقدر نسوي متغير نسميه سبيد او سرعة وكل ما كان نحتاج السرعة نكتب بس اسم هذا المتغير واذا قررنا نغير السرعة نروح ونغير بس قيمة هذا المتغير وتتغير القيم في كل المرات اللي استخدم فيها هذا المتغير ياخذ القيمة الجديدة نبدأ بالمتغيرات اوال شي رايت كليك نسوي سكريب جديد سي شارب سكريبت ونسميه فاريبلز نسحبه للكاميرا صار موجود عندنا هنا نضغط ضغطتين عشان نفتح الاسكريبت اوال شي هذي الدلتين الستار ما راح نحتاجه في الدرس هذا فنمسحه طيب اول شي نبدأ بصيغة المتغير عندنا اول حاجة نكتب public او private public معناها عام وprivate معناها خاص وهذه النطاق المتغير اذا كان public معناها عام يعني اي سكريبت من برا يقدر يستخدم هذا المتغير وحتى يقدر يغير القيم اما private يكون خاص بس لهذا السكريبت ما احد من برا يقدر يستعمله بعدين عندنا type اللي هو النوع المتغير وبعدين اسم المتغير والسمي كولن هذي واسم المتغير له شروط يعني هذه الرموز كلها ما نقدر نستخدمها الاشياء الوحيدة اللي نقدر نستخدمها هي الحروف والاندرسكور والارقام بس ما نقدر نبدأ اسم المتغير برقم لازم يكون حرف او اندرسكور بعدين من الرقم وشيء ثاني كمان ما نقدر نسمي اسم متغير باشياء موجودة من قبل يعني مثلا اسم السكريبت variables ما نقدر نسمي متغير باسم variables ويفضل دايما المتغيرات تبدأ بحرف صغير فنبدأ ناخذ الامثلة هذا نسوي له comment ونبدأ public عندنا اول النوع الانتجر والليه العداد الصحيحة سميه اندرسكور num1 اختصار لنمبر يساوي هذه طبعا تاخذ واحد اثنين ثلاثة اربعة الى الرقام الصحيحة كلها نسوي save ونرجع للبرنامج زي ما تشوفوا صار عندنا اه خانة جديدة هنا مكتوب جنبها num1 اسم المتغير والقيم هنا يعني نقدر نسحب ونغير فيها سالب صفر او ارقام موجبة بس ما نقدر نكتب بالفواصل فهذا العدد الصحيحة بس نرجع للسكريبت ونسوي متغير ثاني public عندنا float واللي هو الاعداد العشرية نسميه num2 يساوي هذا ياخذ ارقام ولكن بفواصل عشرية يعني نقدر نكتب مثلا واحد ونص او اربعة فاصلة تسعة 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 لازم نكتب بعده F اللي هي float عدد عشرية نسوي save ونرجع للunity زي ما تشوفوا صار عندنا موجود واذا نغير في الرقم تشوفوا انه يغير في الخانات العشرية نرجع طبعا هذه تاخذ سبعة ارقام قبل او بعد الفاصلة نروح للنوع الثالث من الارقام واللي هو الدبل والدبل تقريبا ياخذ زي الفلوت مرتين الفلوت ياخذ سبعة ارقام الدبل ياخذ خمسطعش الرقم قبل او بعد الصفر نسميه num3 يساوي ونرجع زي ما تشوفوا قبل الرقم هذا اما لو اخذنا هذا سونا له copy او نسخ وحطناه هنا يتغير ما يقدر ياخذ هذه الكمية لو اخذنا اقل يقبلها كذا خلصنا من الارقام نروح للنصوص او النص عندنا اول نوع char وهو اختصار لchar معناها حرف او رمز نسميه underscore c طبعا هذا النوع من المتغيرات ياخذ بس الرمز او حرف او رقم واحد نستخدم علامة التنصيص الوحادية هذه ونكتب داخلها c سبعة او b اي حاجة انا نخليها على b مثلا والسيمي كولن هذه save ونرجع زي ما تشوفوا صار عندنا ال b هنا طب لو كتبنا اكثر من الرقم ياخذ اول رقم بس لو كتبنا اكثر من الحرف ياخذ برضو اول حرف بس طيب اذا نبغى نكتب كلمة او جملة نستخدم ال string تساوي هذه المرة نستخدم علامة التنصيص الثنائية هذه ونكتب hello مع النقاط save ونرجع ونقدر نكتب فيها اكثر من حرف مو زي الشار او الكاركتر نرجع مرة ثانية ونروح لاخر نوع اللي هو نوع المنطق البولين واختصارها بول سميها underscore b اخذ قيمتين هذه true او false نخليها على true مثلا ونرجع زي ما تشوفوا عليها صح تصير قيمتها false لو حطنا الصح تصير قيمتها true وهذا النوع من التغيرات يستخدم في اشياء كثيرة ومثال بسيط عليها في سكريبت اللاعب اذا كان حي او لا زي ما قلنا هذه الارقام وهذه النصوص وهذا المنطق وهذه نهاية الدرس اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار او مشاكل واجهتوها يكتبوها في الكومنت تحت واذا ما انتم مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوا عشان توصلكم دروس زي هذه اول بول كام معكم عمر بالفقيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته